الثمانة صباحنا موعدنا مع موجز لأم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا جمانا الثمانة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقده مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم خول الأزمة الأوكرانية ومن المقرر أن يصوت المجلس على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا لمناقشة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ويأتي طلب عقد الجلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقد الجمعة لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن كان من شأنه أن يدين الهجوم الروسية دعا رئيس الوزراء بريطاني بورس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي إلى فرض عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا وخلال اتصال هاتفي رحب جونسون وزيلنسكي برغبة الدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام سويفت المصرفي بحسب ما أعلن داونينج ستريت هذا وأكد الزايمان أن الرئيس الروسي فلاديمي بوتين يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إن القوات الروسية فجرت خط أنبيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف ونشرت خدمة الاتصالات تسجيلا مصورا للانفجار ولم يتضح للفور مدى أهمية خط الأنبيب وما إذا كان التفجير قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد أكد قصر الإليزي أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا مضيفا أن باريس ستتحرك أيضا ضد وسائل الأعلام الروسية التي تبث ما وصفها بالمعلومات المضللة عن العمليات العسكرية في أوكرانيا قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسف بورال إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اليوم الأحد في اجتمع عبر الفيديو اتخاذ إجراءات إضافية لدعم أوكرانيا وضد العملية الروسية وأضف بورال في تغريدة عبر موقع تويتر أنه سيقترح مجموعة من المساعدات طرق القوات المسلحة الأوكرانية لدعمها في قتالها أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا ولتوانيا وأستونيا وسلوفينيا وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخاذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو على مهاجمتها أوكرانيا وقالت وكالة طيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي وكانت روسيا قد أغلاقت السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولاندا والشيك بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معلومة الهوية باتجاه الشرق مرجحة أنها أحدث تجربة صاروخية تجريها جارتها ويأتي ذلك بعد شهر من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليسيا متوسط المدى من طراز هو السونج 12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017 في اختبار اختتم شهرا شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها متوسطة المدى في يناير الماضي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1200 متعاف من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 410 948 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1743 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لفت إلى وفاة 35 حالة جديدة نهاية مجزة ثمنا نعود استكمال باقي فقرة صباح خير يا مصر بعد الفاصل